اهلا بكم في مجهز الاخبار اعلنت الحكومة ان وفدها التفاوض المعنى بملف الاسرة سيتوجه غدا الجمعة الى جنيف لخوض جولة مفاوضات جديدة برعاية الامم المتحدة وقال عضو الوفد الحكومي ماجد فضائل ان المفاوضات ستبدأ السبت المقبل لمدة 11 يوما من اجل توصل الى تفاهماتهم بشان تفاصيل الاتفاق السابق الموقع مع الحوثيين وجدد حرص الحكومة على اطلاق كافة المختطفين والاسرة وفق مبدأ الكل مقابل الكل بما يكفل انهاء معاناتهم ولما شملهم بأسرهم سياسيا كذا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان استمرار المفاوضات السعودية الحوثية لتوصل الاتفاق سلام لانهاء الحرب في اليمن وقال ان هناك جهود قائمة عبر مسارات متعددة تهدف لوقف الاطلاق النار والوصول الى عملية سياسية شاملة ورفض فرحان الحديث عن طلب بلاده انشاء منطقة عازلة على مساحة 20 كم بين الحدود اليمنية السعودية لان ذلك غير مفيد على مسار المفاوضات حد وصفه في سياق متصل توقعت مصادر صحفية ان يتم تمديد الهدنة الجارية بين التحالف السعودي الاماراتي وامليشيا الحوثي خلال الايام المقبلة وقالت المصادر في تسريباته نشرتها صحيفة العرب الاماراتية ان تمديد هذه المرة سيكون بمواصفات اتفاقية سلام شاملة وليس مجرد اتفاق لوقف اطلاق النار واشارت الى استمرار الحوار رغم كل الصعوبات نتيجة الاصرار الدولي والاقليمي على عدم فشل المفاوضات اعلنت بعثة الامم المتحدة في الحديدة سقوط 21 ضحية بسبب انفجارات الالغام وغيرها من مخلفات الحرب خلال شهر فبراير الماضي وقالت البعثة في تقرير ان اكثر من نصف الضحايا من النساء والاطفال بعضهم اشقاء وسقطوا جميعا في ست مديرية بمحافظة الحديدة واوضحت البعثة الاممية انها دعمت عدة اجتماعات تحضيرية لمؤتمر الشراكة الاول لمكافحة الالغام في صنعها اضافة الى تيسير مناقشات حول التنسيق والوصول مع المنظمات غير الحكومية في عدن عسكريا قالت وكالة الانباء الحكومية ان قوات الجيش الوطني استهدفت تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي وهي في طريقها الى محافظة الضالع ونقلت الوكالة عن مصدر ميداني قوله نقوات الجيش شنت قصفا صاروخيا استهدفت تعزيزات لمليشيا الحوثي في منطقة العرايف بعزة العود غربي مديرية قعطبة اثناء قدومها من محافظة ابن واكد المصدر ان القصف كبد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في صفوفها وعتادها العسكري نهاية الموجز في امان الله